هل عملت من يغضب لأتفه سبب ومن يتكاسل حتى تفوته الفرصة ومن يستعجل حتى يقع في الخطأ لا تتعجب فإنها طباع البشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك الحزن أي الغليظ الطبع ومن نعم الله العظيمة على المسلم أن يطبعه على الأخلاق الكريمة كالحياء والكرم والشجاعة والسماحة إذ يستعملها بسهولة ويسر دون تكلف أو معاناة وليس من السهل تغيير الطباع كتحويل الجبن إلى شجاعة أو البخل إلى كرم أو العنف إلى رفق ولكن التغيير ممكن إذا استعنا بالله وأخذنا بالأسباب ومنها التحلي بالصبر والمثابرة فتغيير الطباع يحتاج إلى مجاهدة طويلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله والذي يتطبع بالطباع الحسنة يثاب على مجاهدته لنفسه على حسن الخلق ويحتاج ذو الطباع السيئة أن يعاقب نفسه أحيانا حتى يقلع عنها قال ابن وهب جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فهان علي فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فثقل علي فتركت الغيبة ومما يعين على تغيير الطباع التأمل فيما يترتب على الطباع الحسنة من خير وحسن عاقبة وما يترتب على الطباع السيئة من شر وسوء عاقبة ومن أراد تغيير طباعه السيئة فليجالس أهل الطباع الحسنة فإن الأخلاق تعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ترجمة نانسي قنقر